الحديث أكثر عن الملف الانتخابي مشاهدين الكرام ينضم إلينا الآن الخبير الانتخابي الدكتور سعد الراوي مرحبا بك دكتور سعد في نشرة أخبار دجلة أبتدأ وإياك من مشكلة الانتخابات مشكلة الانتخابات يقول البعض من السياسيين بأنها تكمن بالمفوضية ولكن نريد من حضرتك إجابة شافية بهذا الموضوع هل هي تتعلق بالمفوضية أم بالقانون بحد ذاته حياكم الله وحيا الله مشاهديكم الكرام وشكرا على الاستضافة مشكلة الانتخابات تضامنية بين كل شركاء العملية السياسية تبدأ من صياقة القانون القانون مقتضب متناقض فيه فقرات غير قابلة للتنفيذ وهذا ما أوقعنا بإشكالات توزيع المقاعد بإشكالات كوتا المرأة بإشكالات العد والفرز بطريقتين بإشكالات سجل الناخبين وكل مواد وفقرات القانون تحتاج مراجعة لكن أنا أستغرب أنه مضى على صياغة القانون بكم سودة عامين وأكثر من عام على مصادقة رئيس الجمهورية عليه وشرع ونفذ وأعلن بالوقاعة العراقية ولحد الآن لم نرى أي أي يعني اعتراض أو رأي من أمم متحدة منظمات دولية أحزاب محلية منظمات محلية إلا القليل القانون أس الإشكالات التي حدثت هو القانون يعني بكل دول العالم ما تخلي طريقتين عد وفرز ما تخلي طالة موثقة بالأجهزة إذا خلص إذا المفروض نتائج على أجهزة ما تثق بها رأسا أحسم الموضوع عد وفرز يدوي وكل دول العالم تطلع خلال 24 ساعة لكن هذا الطريقتين سبب إشكال وأعلان النتائج بدون تفصيل هذه الأمور هذا إشكال جديد وبدأت الإشكالات تتوالى بعد إعلان النتائج وإلى الآن لحد الآن أنا مش في حزب يطلب وين النتائج وين الفائزين ماكو فائزين لحد الآن كل حزب ينشر فائزين بكيفة طيب المفروض يعني بكل الانتخابات السابقة وممكننا بمجلس المفوضين هنا قرار لمجلس المفوضين بالنتائج الأولية النتائج الأولية الكاملة يجب أن تكون أصوات ناخبين لمرشحين مع توزيعهم على المقاعد هذا لحد الآن ماكو هذا المفروض يكتمل بقرار مجلس بعدها تبدأ ثلاث أيام للشكاوة نعم أفهم من كلامك دكتور سعد بأن الانتخابات نعم فضل الانتخابات الحالية هي صورة طبق الأصل ربما عن انتخابات عام 2018 لا القانون تغير تماما ثلاث عناصر رئيسية تغيرت بالقانون لكن فقرات بالقانون جاي بها كوبيو بيست من القوانين السابقة ومخليها بهذا القانون القانون هذا غير نظام التمثيل النسبي إلى نظام الفائز الصوت الواحد غير المتحول وغير ترسيم الدوائر من محافظة إلى أدى الدوائر بكل محافظة بعدد كوات المرأة وغير طريقة المعادلة الحسابية لتوزيع المقاعد من سانت ليغو قبلها كان أكل قاسل منتخابي الآن الفائز الأول إذن كلها تغيرت بس من نجع الشروحات كأنه جاي بها من القوانين السابقة المفروض تغير القوانين من تغيرت هذه العناصر الرئيسية تغير طريقة ترسيم الدوائر طريقة توزيع المقاعد الفائز الأول هسا الملحق الملحق واضح كل دائرة أكو طريقتين أعلى الأصوات ومقعد لكوات المرأة أنطيني أي نتائج لأي دائرة انتخابية هسا بأقل من دقيقة طلع النتائج أنا أستغرب هالتأخير ولحد الآن ماكو فائزين ما يستوجب كل هذا الشي بس وين الأحزاب وين الأمم المتحدة وين الاتحاد الأوروبي ما أعرف يعني أنا أستغرب من صمت الأحزاب صراحة هذا هو اللي يعني الأحزاب ما يقولون وين الفائزين نعم الآن نحن أمام معضلة كبيرة وهي أزمة انتخابية واعتراضات على نتائج الانتخابات هل هذه الأزمة دكتور سعد ستنعكس على توقيت تشكيل الحكومة لا ربما إذا ريد انطبق القانون وبعدها يشكل الحكومة عام كامل لا تشكل الحكومة هذا يعني أذكرها للسياسيين ومن خلال قناتكم محهد قاري مادة أربعين مادة أربعين سنة ما تشكل حكومة لأنه يقول محهد يأخذ أي صلاحيات إدارية أو مالية أو سياسية إلا بعد تدقيق سجل الناخبين يعني هذا إشكال جديد وكبير ماكو بكل دول العالم أنت تسوي انتخابات وراء انتخابات دقيق سجل الناخبين هسا كل مسامعيكم الكرام ومتابعيكم أريد أنطوني دولة يقول اندقق سجل الناخبين بعد الانتخابات بس هذا القانون العراقي وما حد اعتراض لا أمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا الأحزاب كلها راضية بهذه الإشكالات فخلاص هي تحمل مسؤولية هذا الكل طبعا وليس المفوضية المفوضية جهة تنفيذية الكل تتحمل هذه الإشكالات يقول اندقق سجل الناخبين وتشكل لجان بعد الانتخابات من الفائزين بكل دائرة وممثل من الداخلية وممثل من التخطيط وممثل من وزارة التجارة لأن الداتا بيسمع سجل الناخبين منها وممثل من المفوضية بمعية الأمم المتحدة هذه اللجنة تبقى دقيق سنة بسجلات الناخبين من 2004 إلى الآن طيب إذا ما خلصت بالسنة وإذا خلصت يقول لا أحد يأخذ أي صلاحيات إلا بعد انتهاء من هذا التدقيق عجيب يعني ما أعرف يعني أنا تبين لي بصراحة جلست مع مرشحين ومع بعض النواب يعني أسأل هل قرأت القانون كثير منهم لم يقرأ القانون فكيف يعرف تفصيلاته وإشكالاته هسا نحن وقعنا بيها نعم نتقل بتفاصيل ما يخص تبعات الانتخابات ونتائجها هناك أزمة داخل البيت الشعي هل تعتقد دكتور سعد بأن هذه الأزمة قد تتحول إلى صدام أو حتى إلى مواجهة لا إن شاء الله ما تتحول لا إلى صدام ولا إلى مواجهة تعلمنا بكل انتخابات يتفقون الكتل السياسية ويصير تشكيل حكومة كل تشارك بها الرابح والخاسر وهذا ما يعني أراه هكذا أنا ما أحب أن دخل بالسياسة لكن هذا رأي من خلال متابعتي ومع السياسين من 2004 إلى الآن هذا رأيي المتواضع الإطار التنسيقي يطالب دكتور سعد إن شاء الله تحل الأزمة ولكن الإطار التنسيقي يطالب بإعادة العدوى الفرز اليدوي في حال الموافقة على ذلك هل سيغير ذلك بنتائج الانتخابات يعني أعتقد بعد الانتخابات بعد العدوى الفرزي الإلكتروني صار عدوى فرز يدوي وأعلنوا بأنه مطابق مئة بالمئة مطابق وش ما حد اعترض من الأحزاء يعني غير أكو قانون شوية نطبق منه ما نقول نفذ كله صح لو لا يعني أكو عدو فرز يدوي صار بحضور الأحزاب والمنظمات طيب وقالت المفوضية بأنه العدوى الفرزي اليدوي مطابق للإلكتروني مئة بالمئة إذن ماكو يعني ليش عدوى فرز يدوي رغم أن القانون بالمادة 38 يعني في حال وجود أي شكوى نرجع إلى العدوى الفرزي اليدوي إذا هو مطابق مع الإلكتروني فسواء ترجع اليدوي أو الإلكتروني ماكو ماكو فارق بيناتهم نعم طب دكتور سعد فما يصير أي تغيير لهذا الأمر البعض يتحدث بأن هناك محاولات لترضية بعض الأطراف داخل الإطار التنسيقي ما مدى صحة هذه المعلومات وما هي طبيعة الترضية نعم السؤال بالضبط مرة أخرى البعض يتحدث بأن هناك محاولات لترضية بعض أطراف الإطار التنسيقي ما مدى صحة هذا الكلام وإن كان صحيح ما هي طبيعة هذه الترضية فرض فرض هذه آراءة فرض لو ترضي طب ننتقل إلى محور آخر يعني أنا بصراحة ما أدخل بالقضايا السياسية نعم ننتقل إلى محور آخر وهو الملف قناعة إنه السياسيين يتفقون نعم ننتقل إلى محور آخر وهو المحور الأمني ما تدعيات هذه الأزمة على الملف الأمني في العراق بشكل عام يعني أي حدث أمني ما أعرف شنو دخل الأمن بالانتخابات الآن أزمة الانتخابات والاعتراضات على نتائج الانتخابات من بعض الأحزاب من بعض الجهات ما تدعيات هذه الاعتراضات نعم طيب نعم الاعتراضات بصراحة إذا كان هناك أدلة وقرائن يعني أعتقد تأثر إذا هناك فرق بين ما أعلن وما لدى المرشحين أو الأحزاب طبعا تأثر لكن لحد الآن يبدو اللي قبلت هي سبع محطات وسبع محطات لكل العراق عدنا أكثر من سبعة وخمسين ألف محطة بالعراق فأعتقد سبع محطات ما لها تأثير حتى لو كانت كلها في محافظة واحدة وفي دائرة واحدة قد يصار إلى تغيير بسيط طفيف جدا لكن سبع محطات بكل العراق وبعدة محافظات لا أعتقد لها دور يذكر أو تغيير على الخارطة الانتخابية نعم هل يمكن أخيرا دكتور سعد هل يمكن أن نقول أن الخارطة السياسية في العراق لا يمكن لها أن ترسم دون إنهاء الأزمات التي تعصف بالعراق حاليا الخارطة الانتخابية يعني هي كأي انتخابات هناك تغيير لكن قناعتي لا يوجد إصلاح لا يوجد مشروع إصلاحي لكل العراقيين يشمل جميع ما يحدث بكل دور انتخابية هو تغيير أشخاص قد يكونوا مستقلين أو من أحزاب مختلفة لكن عموما لا يزال هناك فاعل سياسي قوي هو الذي يؤثر على المشهد وتتفق الأحزاب وما اتفقت عليه الأحزاب حتى لو كان مخالف للدستور أو للقانون هو الذي يطبق في العراق هذا رأي المتواضع من ناحية السياسية أما الانتخابية فلي آراء كثيرة نعم دكتور فعد الراوي شكرا لك على تلبية دعوة الحوار وأنت الخبير الانتخابي شكرا جزيلا على هذه الإحاطة